السلام عليكم ورحمة الله اخوتي اخواتي مرحبا بكم في فيديو جديد لكن انا موعدتكم في الفيديو وقت اللي قبل تنعتدرها تلقيها بالطاول اللي طرالينا من الوعدتكم غادي انتلكم من الاخوان فيديو ولا طائر معلومات عن طائر الحسن طالي او ما يسمى بالبنزو ما نحتاج نوصيكم من طائر الحسن ظالم او ما يسمى بالبنزو وتختلف مسميته من بلد الى اخر يعد طائر الحسن ظالم من الطيور المغردة البرية وهي معروفة جدا عند مربي الطيور المغردة ومحبي الطيور المغردة البرية خصوصا نظرا لكونه يقوم بتقديم تغاريد بعد تغاريده تستعمل في تلقين الحسون ولكن اغلب تغاريده فهي فارغة عند محبي التلقين يعني او لا يصلحوا الاستماع اليه من طرف الحسن موطن جراء الطير يمتد من اوروبا واسيا وشمال افريقيا التجزول الكناري تعيش فيه ولكن المكان الذي يزيز له انه يعيش عليه والمناطق الزراعية والطائعات الفلاحية حيث يكتر فيها الغذاء المناسب والنباتات المختلفة وكذلك يعتبر من الطيور المهاجره نظرا البحث عن الغذاء يعني التواب من الطيور لكتهاغر نظرا البحث عن الغذاء اذا قل الغذاء يهاجر ولكن في الاغلب الاليال الاحيال سنشوفو ديما في المغرب عندنا وبساف جراء المناطق ونقولو ديما في المواطن في البلاد جنة مستوطن ولكن تاوطي هزر فاشتقي المكلا جيرو النظام الغذائي جراء الطائر اللي معانا اللي اسميجو حسون الظلم او البانسل النظام الغذائي الخاص بالطائر شبه شبيه بحدي كبير بالحسون يعني بالمقنين يتغذى على الحبوب والبذور وبالخصوص بذور دوار الشمس او نوار الشمس او عباد الشمس بالاضافة انه تاوط يقول نباتة لكنه يتميز بكون يفضل الحشرات مثل لا في قرية بحل المان والديدان وتاوطي ايضا الى العديد من الفواكه بحل التون ممكن لنا نفرق ما بين تكرونه من خلال لون ومن خلال تغريد بهذا يوم من خلال تأوطي من خلال تغريد ومن خلال تغريد من خلال تردد ومن خلال تغريد ويبني الأعجاج جديده في الأشجار ولكن هؤلاء أنت والأخوة ولكن الأعجاج جديده تكون قريباً للغاية لأنه يموه الإنسان ويموه بثاف جلنات ويموه بثاف جلنات لأنه يفترضون أنه الطعرة سوف يستطيع العشف في الأعلى أنت تبيض من 4 البيضات إلى 5 البيضات وهذا الحضانة تكون من 13 و 16 واللون تكون زراق وهذا الشيء في هذا المقطع وكنت أتمنى أنكم تفعلوا مع هذا الفيديو وشكر أنكم بزل بالإضافة أن الناس يريد أن تربيع طريقة تربية جيلورة لا تختلف تربية طيور أخرى مثل الحسون والكناري والحسون لأنه يأكل أكل هذه الطيور يعني نفسها أكل هذه الطيور سوف نصل إلى نهاية الفيديو للإخوان وشكرا لكم بزل لأنكم دون سماء وكثير وشكرا لكم بزل 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 وشكرا لكم